نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية يوماً مفتوحاً للإعلان عن دورة التدريبية السنوية الثامنة والثلاثين للعام الحالي والمخصصة لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية وتسعى الدورة التي تقام تحت شعار الطاقة البديلة لخلق تنافس بين الشباب وخصوصاً فئة الباحثين العلميين لتحديد تخصصات عملهم مع توجيهها بشكل يكفل الخروج بنتائج إيجابية كما أنها تشبع الميول العلمية لديهم وتنمي مواهبهم البحثية